كان الصمت مخيفا قبل كلام الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقل من يشاء ويهدي من يشاء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ديننا حياة ديننا أعطاء والجود من قياة يستليم الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنار تماما نستكمل رحلتنا مستشهدين بالأدلة القرآنية على نبوت سيدنا محمد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين نحن لسنا نستكمل الأدلة ولكن نأخذ طرفا من الأدلة نأخذ طرفا من الأدلة كنا ذكرنا قسما منها فيما سبق نعم والآن نذكر أيضا بعضها بعضا منها مما يدل بالنسبة إليه يعني في رحلتي هذه المثلة في القرآن إخبار بحوادث خاصة مثلا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرب عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إحدى زوجاتها في المشور هي حفصة أسرت إلى إحدى الزوجات أمر حديث مسألة الرسول أسر إليها لا الرسول طبعا أسر إليها فهي نبأت به وقال لا تقولي نبأت به بعدين ربنا أطلع أطلع عليه يستغربت من نبأك هذا قال النبأني العليم الخبير طيب من أنبأه الله قطعا ليست الذي أرسله الذي أرسله نبأه الذي أرسله إذن لو كان غيره لو كان شخص آخر هو الذي خبره لما نبأ صح كان علقا يقول أنا نبأته أنا خبرته صح لو كانت الأخرى تقول أنا خبرته أما وإن أحدا لم يقل وأظهره الله عليه نبأني العليم الخبير لو كانت الأخرى قال أنا نبأته ما كذا صحيح إذن هذا يعني الدلائل الذي أيضا جعلني أضيفه إلى الأدلة الأخرى تبرئة سيدة عائشة من الإفك من الذين جاءوا بالإفك عصبتهم منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم طيب من استطيع أن يبرئها لا يستطيع أحد صحيح لأن الأمر متعلق باثنين يعني هي ومن رمي بذلك صحيح لا أحد يستطيع لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي برأه من يستطيع أن يبرئ صح لا يمكن هذه بعدين هناك مسألة حقيقة يعني لاحظت عندما تحدى اليهود في تمنى الموت قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إنكم ولا يتمنونه أبدا تمنى الموت بمعنى ماذا يعني قلنا تمنى الموت هكذا فقط كلمة يعني فتمنى حتى لو كانوا يعني وما قالوا ما قالوا خافوا مرتين تحدهم هذه في سورة بقرة إن زعمتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ولي يتمنه أبدا بما قدمت أيدي قال لو تمنه لماتوا الله نعم طيب إذن يظهرون إذن كانوا يعرفون أنه نبي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سبحان الله ورمنا قال هكذا طيب تمنوا الموت أنا أقول أنتم لا تمنوا الموت ولن يتمنوا ولا يتمنونه أبدا وقال هكذا طيب تمنوا الموت ما حدث أبدا وقال لو تمنوا لو تماتوا طيب معنى أنهم هما أيضا يعني تحدي غريب لو لم يكن واثقا من ذلك صح أكيد تحدي غريب هذا الدرس المستفد من حضرتك بقى حينما قرأت هذه الآية بما خرجت منها يعني هم أولا هو لو لم يعني لو لم يكن صادقا لا يمكن أن يدخل هذا المدخل صح وأن يتحدى هذا التحدي نعم لا يمكن سليم لأنه ربما واحد أحدهم يقول الآن أتمنى موت فلا يحصل له شيء موزين يقول ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنه أبدا معنى إذن هو واثق من هذا نعم فهذا أمر يعني يدل على أنه هو رسول الله حقا عليه السلام ولم يقل ذلك من نفسه وأن اليهود خشوا من ذلك وأنهم يعلمون أنه رسول الله فلم يفعلوا جيد وماذا أيضا هو ربنا وعده أن يعصمه من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمام الله والله يعصمك من الناس وثبت أن الرسول كان يحرس كان يمشي معه الصحابة وكان يحرسوا في بيته في بيته لكن قبل هذه الآية قبل هذه الآية فلما نزلت قال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله لكنه صحر وضرب ودخل البستان ودعى دعاء الشهية والله يعصمك يعني ما تقتل العصم هنا لها معنى من القتل أيها إذا ما فهمنا معنى العصم العصم من القتل طيب يعني الشاة المسمومة هي دستة المرأة وهذه يهودية شاة مسمومة فقال إن هذا الحاوم يخبرني أنه مسموم الشاة أنبأة الرسول على سوط السلام يعني هو امرأة يهودية صنعت له شاة ودعته وليمة وكان معه أحد الصحابة فلما أخذ العظم يعني اللحم وبدأ يمضغها قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم فرما الله أكبر معه الصحابة استساغه فمات مات نعم مات هذه الدلالة على صدق مقولة المصطفى عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس طبعا سبحان الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين كانوا يستهزئون في كفيناك لا تخشي أحدا منهم وهذا عصنا صح هو لما قال في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمعه أن أزيد كلا كلا ثم يطمع أن أزيد كلا يزيد في ماذا في ماله وولده فلم يزده في ماله وولده بعد هذه الآية أبدا سبحان الله العظيم أبدا ما ثبت أنه أصبح أغنى من الأول أنجاب ولا مال ولا ولد كلا سبحان الله كلا ولو يكون رسول لماذا يعني يأتيه المال تأجر يأتيه بالمال يزيد ينجب صحيح لأن الأمر بيد من أرسله يعني هو يعني أخبر ربنا بأن الوليد سيموت على الكفر لأن قال سأوصله سقر وما أتراك ما سقر طيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يريد أن يكذب الرسول نعم ودفت الله أنه يريد أن يكذب الرسول يقول لا لا أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله طيب يكذب الرسول صح كلا سأوصله سقر فهذه فيها أمرين الجلالة الأولى على أنه ذكر أنه يموت على الكفر ولم يؤمن ومات على الكفر وذكر أنه لا يزيده مال ولا ولد وحصل طيب لماذا يقرر صح إذا كان نبيا حقا وهكذا يعني هذه أمور غريبة صح لا يمكن أن هكذا يقولها اعتباطا هكذا وهذه والله هذه تثبت وحدانية اللصنة على وجود الله عز وجل أكيد لمن لا يقتنع أو من يشك في هذا الوجود أكيد أنه قال وقرر وفعل طيب انشقاق القمر في اقتربة الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا السحر المستمر طبعا هذه تواترت بالأحاديث الصحيحة حدث بفعل متواترة جيد يعني أن ذكر في حين هان على السريع يعني حسبت السلاسل الواردة في صحيح مسلم والبخاري هكذا أكثر من 24 سلسلة الله أكثر فقط في هذه ما شاء الله يعني شيء على السريع جيد طبعا هو مرود في كتب أخرى وإن يروا آية قسم يظن أنه أن هذا يقصد في يوم القيامة لا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر في يوم القيامة ما لسأي سحر يحدث ما هو أكثر من هذا صح في يوم القيامة البحار تتفجر والشمس تنخسف وتنكسف وكذا والنجوم تتهاوى وتنكذر وتنتثر يعني انشقاق القمر كان وقتها حصل ووضع على جبل وكذا رأى حراء بينهما حراء يعني ما حراء الجبل جبل حراء قال اشهدوا طلبوا منه آية الكفار نعم طلبوا منه آية فآراه من شقاق القمر وقال اشهدوا وهذه متواترة نعم حادثة متواترة ورأوه ورأوه قسم قال هذا السحر قالوا إذا سحركم فلن يسحر الناس جميعا ولدت لاحظ صح قسم قالوا سحرنا محمد الكل رأى نشف الكل الموجودين الذين طلبوا منه والناس ليسوا على موعد نعم نحن الآن في الليل يخسف القمر ويقولون يخسف القمر ولا نعلم لأن نسنا على موعد صحيح نعم في هذا الشيء صحيح فهم الذين طلبوا الآية والصحابة كانوا موجودين ورواه بسلاسل كثيرة متعددة وهي متواترة عند أهل العلم ويكفي أنها في القرآن وردت نعم نزولها في القرآن صحيح لا يدل على أنه رسول يدل ثم التحدي بالقرآن ولم يتحدهم في القرآن يعني طلب منهم عشر سور ثم سورة ثم قرر أنه لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا مسيلام الكذاب قال الفيل وما أدركها ما الفيل له خرطم طويل وذنب قصير وهذا مثلها والسجاح قالت عليكم باليمامة ودفه دفيف الحمامة فإنها حرب صرامة لا يرحقكم بعدها ندامة يعني يعني هذا طبع لكن هم حتى مسيلام الكذاب والسجاح وهذه الأسماء التي كانت موجودة كانت تال قرآن حق الوعي باعتباره بلسانهم صح ؟ يعني بالناحية البيانية هذا الفيل وما الفيل هذا التعظيم من وكذا هذا لا يلول طيب له خرطم طويل أحد هل يجهل أحدا أنه له خرطم طويل هذا التعظيم له خرطم طويل لا أصطح هذا التعظيم الخرطم طويل إنه هو أسلوب ساقط لغوية وبلغية تعظيم الكبير عليها إيشتهى خرطم طويل واننا بقصير المعجزة الخالدة المعجزة الخالدة الذي عنده شيء من البصر في اللغة ومعرفه بالأساليب يترك هذا الأمر جيدا بس هل دكتور فاضل معذرة وقتها أنا أفكر معك بالعقلية هل تعتقد أن معجزة القرآن كلغة لا أراها في حينها لا أراها لكن هو الذي يعني هناك أمران عندما آمنت بالأدلة الأخرى أسلمت بهذا هكذا يعني تسليما يعني الأدلة الأخرى جعلتني أسلم بهذا لا لسه كنت هذا أنكره أشد الإنكار هذا كلام يعني فيما بعد عندما تخصصت في في اللغة وبالنحو بدأ أدرس وأقرأ وأنظر حتى يعني في في أول يعني نظرتي للمسألة في في هذه المسائل وكنت أقرأ كثير كنت أنكر من التعيلات التي يعليلها أصحاب التفسير وأصحاب أقول هذه لو قلت بشكل آخر لعللوها أيضا بالضغط كنت سأطرح صحيح يعني هم يبررون ويفسرون الموجود الموجود ولو قلع بدليل مثلا يعني آية أو موقف لكنه في قصة واحدة في صور مختلفة يقولون هنا كلاما وهنا كلاما نستشر أنهم يبررون الموقف ليس إلا هكذا كنت أنا أرى هذا يعني وكنت مقتنعا به كنت هكذا أقول هذا كلام أي كلام وإن كان حقيقة في بعض تعليلات يعني رفيعة عالية جدا في بعض التعليلات لكن كثير من تعليلات كنت أعداء تعليلات أي كلام من أي قبيل أي كلام يعني في حين فحقك كنت تقرأ في هذه تستهوين يعني قراءة المعاني وما إلى ذلك يعني كبير طب يعني الشيء بالشيء يذكر ضميمة لهذا بعد هذا العمر الذي أفنيت في دراسة بيان القرآن الكريم إلى ما وصلت بإجازة شديد ردا على ما كنت تعتقد في سالف الأيام لحظ أنا حقيقة قبل التعبير القرآني أنا سنة سنة 68 رحت عمرة 69 حج نعم إن شاء الله فهذا بعد رحلة الإيمان لكن ما عندي علم كبير عندي معرفة يعني جيدة بالقرآن ولهذا لكن ليس عندي علم كبير فيها فذهبت إلى زمزم وشربت ماء وقلت ربي فتح لي في كتابك فتحة مباركة إنك أنت الفتاح العليم كنوى من التحدي مع الله سبحانه وتعالى لا لا كنت يعني تسليم يعني تسليم لأن يعني هذه دعوتك أن ماء زمزم لما شرب له فقلت قال حبيبك محمد هكذا فافتح لي في كتابك فتحة مباركة بعد الإيمان رحلة الإيمان الأولى آمنت مؤمن ثم دعوت من ربي أن يفتح لي من خزائن علمه ما يشاء ثم جئت إلى الكعبة وهو تعلقت بأستار الكعبة وهكذا قلت ربي أسألك أن تفتح لي في كتابك فتحة مباركة إنك أنت الفتاح العليم وافتح لي من خزائن علمك فتحة مباركة وهو تعلقت بأستار الكعبة نعم في بعدها يعني كنت كأن أرى الأمر بدأ يتيسر سبحان الله هنا الخط هذا الخط استجيبت الدعاة هكذا يبدو الله أعلم واضح ما شاء الله يا دكتور يعني الله أعلم ما شاء الله ما شاء الله يعني مو الآن لكن بعد هذه الرحلة لا يمكن أن يكون هذا الكلام من كلام بشر لا يمكن يعني من ناحية البيانية اللغوية ترتيبها البلاغية لا يمكن أن يكون يعني هناك يعني مثل قوانين مثل القوانين الرياضية وأنت أقول لطلابين في الدكتورة أقول لهم هذه الآيات ممكن أن نضع بعضها مكان بعض يعني إنما ليس عندهم مانع وإذا فعندما ندرس من الناحية البيانية والبلاغية وهم يعلمون دكتورة أقول لهم دعنا نبدل نغير كلمة أو نضع هذا لا يمكن هذا قانون لا يمكن سبحان بعد الدراسة بعد الدراسة يقول لا 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 يمكن كيف يعني ليه جوز مثلا أن أحذف كلمة وآتي بكلمة وإن أعطيناك الكوثر أقول إن أتيناك الكوثر كل واحدة لها دلالة والاثنين فهم دلالة على العطاء مثلا لكن إذا درست من النحية البلاغية لا تصلح هنا إلا أعطيناك وهنا إلا أتيناك لأن الإتاء يمكن أن يسلب آتيناه آياتنا فانسلح والعطاء لا يمكن أن يسلب فيه تمليك فيه تمليك صح سبحان الله وهذه العراف تجري على سنن العربية طبعا لا تضد أحدا منها لا لا ألم يثبت من خلال قراءة حضرتك أن أبو جهل أو أبو لهب أو أي من جهبذة الكفر أن ذلك اعترض على آي اعترض على قرآن اعترض على كلام في حدود ما أعلم لا رب موقف الوليد بن المغيرة حينما تغير يعني كان منفعلا في البداية ثم تغير موقفه في الآخر وهو لغوي فصيح قالوا سحرك يا بعدين حتى ينجي من هذه المسألة كثيرا يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم آه صح كل هذا يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي نبي تؤكد نبوة محمد حتى ذكر يعني حقيقة يعني لست معنيا بالعجاز العلمي لكن هناك مسائل يعني علمية سابقة لأوانها يعني تكون الجنين في الرحم تطور في ظلمات ثلاث الضغط الجوي يعني في الصعد في الصعد في السماء زياد زياد تمدد الكون وتوسع وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون آخر آخر معلومة الآن أن الكون يتسع سبحان الله تفتعد النجوم عنه وإنا لموسعون أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فصال الأرض عن السماء معلومة جديدة كروية الأرض يعني لاحظ ابن حزم تقريبا ألف سنة توفي توفي سنة أربعمية وستة وخمسين ابن حزم الأندلس نعم نعم أربعمية وستة وخمسين يعني زهاء ألف سنة كثير بحث كروية الأرض نعم هذا العنوان ما لهم شو نستطيع بكروية هو هكذا يقول الأرض كرة هكذا والبراهين من القرآن جاء بدلائته قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما هذه مسلمة طالما أن العالم مكور تحب مكور وهو قبل ألف سنة صح يعني ينظر في هذا في تكوير في كور الأرض كرة طيب أين المتأخرين الذين أثبتوا الأرض كروية حركة الأرض وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر رسحاب هذه ليس في يوم القيامة لأن قال صنح الله الذي أتقن كل شيء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون سكرت بمعنى أغلقت أغلقت سكرت نعم يعني نحن كنا نتصور أنا كنت نتصور أنه كل ما تصعد إلى فوق أعلى أنت تقترب من الشمس فيكون ضياء صح أغلق العين أنا هكذا كنت يعني أظن إلى أن عرفنا فيما هذا ليس الأمر كذلك هكذا يعني يبدأ يعني أن تصعد إلى أعلى تقترب من الشمس إذا رح يكون ضياء وقالوا يعني انتقلوا إلى ظلام إنما سكرت أبصارنا آه يعني العين لن تغلق بشكل حسي هكذا لكن لم يروا لا يرى لأن ظلام إذا خرج من الغلاف الغلاف الجوي الغلاف دامس هذا من كان يعلمه هذا بمتأخر الله عرفنا بعد الصعود إلى القمر وما إلى ذلك كيف يقول هذا الشيء لا حظ يعني استغربت يا سكر كلمة عربية فصيحة طبعا سكر سكرت لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك هذه المفسرون يعني وقفوا وقفة طويلة فيها ويعني حتى يقول يعني ما يقول حار لكن يعني استغربوا من حيث ماذا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر من الغالب القمر ولا الليل سابق النهار النهار كيف يقول طب كيف صحيح لا الشمس ينبغي لها إذن يعني القمر بالبداية وكيف النهار ولا الليل سابق النهار وكيف النهار فعلا بالبداية وفي قمر كيف يعني الله جميل كيف للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني إذن القمر في البداية يعني هناك ليل سابق يعني صحيح ولا الليل سابق والنهار يبقى النهار سابق ضد صح لا يستقيم وذلك المفسرون يعني حاولوا أن يجد مخرج لهذه المسألة ماذا قالوا يا دكتور؟ قالوا كثير لكن الآن إحنا عرفناها كيف؟ الآن واضحة هي الأرض كرة صحيح وقطعا هناك في الأرض مواطن فيها ليل ومواطن فيها نهار ليس كلها ليل ولا كلها نهار صحيح يعني الليل قبله نهار نعم الليل قبله وبعده نهار نعم صحيح والنهار كذلك نعم قبله ليل وبعده ليل خلص إذن هذا واضح لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لأن الليل مسبوق وسابق بعده نهار وبعده ضياء الشمس هكذا يتحرك ما فهمت مع ذلك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي تلحق به مثلا وقالوا وكلهم في فلك يسبحون حالة في المدار لكن حتى من الناحية العلمية طيب الأرض كرة سليم قسم من الأرض ليل قسم نهار نعم هكذا الليل ينشي يتعاقب هكذا نعم يعني قبل الليل هناك نهار وبعد الليل نهار ولا لا هكذا قبله وبعده هكذا يتحرك صحيح والنهار قبله ليل وبعده ليل ليل نهار ليل نهار ليل نهار صحيح من السابق لا نستطيع أن نجز ليس هناك سابق من السابق لا أحد لا أحد ليل نهار ليل نهار ليل نهار بس قرآن قال ولا الليل سابق نهار فنفهم أن النهار هو الذي يسبق قبلها قال لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر يا الله صح إذن هما في حركة لا هذا يسبق وأنما هما هكذا متعقبان 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 فهذه كتبة إلى الآن حتى نعرفها الآن وليس يعني في زمن المفسرين القدامى حتى يحاروا فيها بالنسبة لأنها واضحة القدامى ما قالوا هذا الكلام لا لا ما قالوا صحيح صحيح ثم القصص القرآني الأولين القصص نعم القصص ما ورد طبعا للعلم أن القصص القرآني على قسمين قسم لا يعلمه أهل الكتاب قصة هود وصالح وشعيب ما يعلمون اليهود لا يعلمون لا 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 ليست في كتبهم ما يستموجودة وقسم يعلمون القسم الأول هود وصالح وشعيب يمكن أن ينكرونها لا أعلم لكن ليست يعني ليست في محلومات لكن هي ذكرت في كتاب بطل يموس هذه كل القصص تاريخي أو كان قبل سيدنا محمد رسولة السلام بطل يموس من زمان مؤرخ قديم حتى كان يعني عاد و إيرم ذكر عاد إيرم هكذا يقررنا كما ذكر كما ذكر القرآن لكن قبل سيدنا محمد بطل يموس من زمان من زمان من زمان من أين أتى بها من كتبهم تاريخ تاريخ هو مؤرخ القسم الآخر لا أذكر في كتب أهل الكتاب آدم و نوح و قدر نعم و موسى و إبراهيم و لوط و موسى ذكر هذه هو ربنا ماذا قال عقب قصة نوح مثلا ذكر قصة نوح ماذا قال بعدها قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا نعم طيب من أين جاء بها الله الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا من أعلمه بها الله في قصة يوسف ماذا قال بعدها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون من أعلمهم الله بعدما ذكر نذر امرأة فرعون و ولادة مريم و نشأتها و دعوة زكريا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم من أعلمهم الله لا هو ولا قومه لكنهم يقولون مثلا هذه القصص موجودة في كتبهم فنقلها محمد عليه السلام و كان أمي لا يعلم القراءة و لم ينقلها أحد إليه لأن لو نقلها أحد إليه هناك من يقول أن محمد عليه السلام كان يعرف القراءة و الكتاب و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك كان يخطه بيساره مثلا يعني ما تكتب ما تكتب الدلال أنه ما يراف يكتب ولا يعرف يقرأ لا ما كنت تتلو ولا تكتب كيف يعني و الذي بعث في الأميين رسولا منهم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هو في الأميين هم كمان لا يكتبون ولا يقرؤون طبعا نحن أم كمان يكتبون المعلقات على أستار الكعبة لكن الأكثرون لا يكتبون الأكثرية لا تجد القراءة و الكتابة صراحة و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك صح فطالما عرف هذه الأخبار الماضية فمن أعلم من أعلم الله سبحانه وتعالى ثم كان أحبار اليهود يسألونه سؤالات مختلفة يتحدوا مما لم يكن يعلمها غيرهم كان يجيبهم عنها و قد أسلم عن طريق هذه السؤالات كبيرة أحبار عبدالله بن سلام أسلم ربنا قال قل أرأيتم إن كان من عند الله و كفرتم به و شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فآمن واستكبرتم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون و إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا قسم آمن حتى جماعة من القسيسين يختبرون المصطفى يختبرون يختبرون و تفوق و لتجدنا أن أقربهم و ودة لذين آمنوا و الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين و رهبان و أنهم لا يستكبرون و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لاحظوا من غريب المكابرات أنه جماعة من يد يهود جاءوا يسألوا رسول الله عن أمور لا يعلمهن إلا نبي فأخذ منهم عهد الله قال إذا أجابهم لا يتابعون على الإسلام قالوا نعم نتابعك فمثل ماذا يتفضل قالوا سألوا عما فكان يسألونهم فيجيب يسألونهم فيجيب يصدقون قالوا الآن نسألك سؤال فعندها نتابعك أو نفارقك قال أسأل قالوا من وليك من الملائكة بعد أن جاءوا عن أسألة كلها من وليك من الملائكة فعندها نتابعك أو نفارقك ما العلاقة سبحان الله قال إنه جبريل قال لو كان وليك سوى لتابعناك إنه عدونا فأنزل ربنا قال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يعني جبريل هو يطلعك قال يطلعك على عوراتنا يطلعك على ما عندنا وهكذا ثم يعني صحح هو يصحح ما جاء في كتبهم ويضيف عليها مثل نجاة جسد فرعون لم يكن في التوراة هذا فالآن ننجيك لتكون لمن خلفك أي غير موجود عندهم في التوراة لا لا موجود من ماذا عندهم غرق أو ما عندهم؟ الله أكبر نعم ليس عندهم نجاة هذا من أخبره الآن ثبت هذا نجاة؟ موجود من أخبره؟ الله قصة ذو القرنين هذه التي يعني المفسرون حالغيا يعني وردت في القرآن كما ذكرها وسجلها المؤرخون المعاصرون لذو القرنين هيروديتس المعاصر لذو القرنين ذكرها كما جاءت في القرآن كما وردت في القرآن برحلاتها سبحان الله كما وردت وبعدين الاكتشافات الأثرية اللي حديثه ظهرت يعني ظهر بهذه القرنين في الآثار يعني من أخبر هذا الرجل؟ الله يعني لو عدت المفسرين يضربون في ذا القرنين كلام يعني هكذا كيف ما شاءوا؟ لكن لو طلعت على ما كتبه هيروديتس والمعاصرون له لرأيته يقول يذكر كما ذكره القرآن تماماً من أخبر؟ هل يحب أن أحداً قرأ مثلاً وأسر لنباليس قرأ كذاب هيروديتس؟ منطق عجيب سبحان الله يعني حتى هو الاختيار في اختيارات العبارات نفسة في القرآن؟ كما التوراة تقول تقول فرعون هو يقول ملك في قصة يوسف هو يختار في قصة يوسف الرسول في القرآن لم يرد فرعون صحيح وعزيز وملك في التوراة فرعون في التوراة فرعون نعم فرعون هذا لقب فرعون ووظيفة في قصة موسى القرآن يذكر فرعون فرعون لم يذكر الملك ولا لا صحيح في قصة يوسف ملك لم يذكر فرعون صحيح في التوراة تذكر فرعون في الحالتين لكن يوسف كان قبل سيدنا موسى بكثيرهم هم أول بني إسرائيل من وطأت أقدامهم مصر صح لكن التوراة تذكر فرعون في سيدنا موسى وسيدنا يوسف نعم عجيب نعم لم يفرق القرآن وليس هو ملك طيب لو أخذ من الكتاب كان يذكر فرعون لماذا هنا موسى الله هذا وجه الاستدلال أنه لو قرأ التوراة لقال فرعون هنا وهنا كما قالت التوراة بينما هو من الناحية التاريخية يعني في زمن يوسف ويوسف الملك غير في زمن موسى صح عرفنا يعني فيما بعد أن المصريين القداموا عندهم نوعين من الملوك ما كان مصريا صحيح فرعون وما كان من الهكسوس ملك والذي كان في زمن يوسف من الهكسوس هو ملك وليس فرعون والذي كان في زمن موسى فرعون مصري ففرق بينهما كما كان يسمونه المصريون القدامى لو كان أخذها من التوراة لقال فرعون كما قالت صح واختيار العزيز نفسه أصلا التوراة لا تقول العزيز أساسا أساسا لا لا يقولون إما يذكروا رئيس الشرط أو يذكرون اسمه لما لقى بالعزيز لا لا جاء به القرآن وحده وبعدين عرفنا أن هذه أدق ترجمة لصاحب ذلك المنصد كان اسمه عزيز فعلا عزيز الإله شمس الله أكبر هذا اسمه الحقيقي لهذا المنصد إذن معذرة مش التوراة من عند الله عز وجل فقال يحرفنا الكلمة آه عزيز الإله شمس اسمه هكذا هكذا المنصد ما له الله فاختار ربنا مع ناس ويعقيدة قال امرأة العزيز فليس عزي إله شمس قالت امرأة العزيز والزوج والسيد نحن أيضا هنا في حين أشارنا أكثر من مرة صح القرآن يعني استعمل الزوج للذكر والأنثى أو ألفية سيدها فقط في هذا الموطن فقط لم يستعمل القرآن كلمة السيد للزوج في غير هذا الموطن كان كان يسمى سيدة في حينها حتى يعني الزوج كان سيد سيد حتى في كتب أهل اللغة يعني اللي قرأناها فيما بعد قالوا والسيد الزوج في لغة النبط كانت لغة مصر القديمة لغة القبط نعم في لغة القبط القبط هذه التفرقة العجيبة يعني أنه سماه كما يسميه القدامى المصريون كما كان معروفا عندك هذه جملة من الأشياء التي يعني ذكرتك حولتك من الشك إلى جملة من الأشياء نعم وهناك أشياء أخرى نعم بارك الله نأخذ هذا الاتصال الهاتفي يعني معذرة لكل مشاهدين فنسحب بساطة الوقت من تحت أقدامنا دونما أن ندري حقيقة ما شعرت بالوقت تماما لكن نكمل في الحلقة القديمة إن شاء الله دكتور فضل شكرا لكم على هذا اللقاء كان الصمت مخيفا قبل كلام الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقل من يشاء ويهدي من يشاء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ديننا حياة ديننا أعطاء والكوم من طياح يستلعب الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل التمام قد جاء بالسلام والخير للأنام ترجمة نانسي قنقر